بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي شيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان الدرس السابع عشر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاح و السلام و وعلا بسم الله تقدم الكلام على أول باب القرق وعرفنا أنه عقد من العقود التي يقصد بها الإرفاق يعني الإحسان إلى المحتاجين وذلك بأن يدفع للمحتاج مبلغا من المال يسد به حاجته ثم يسدده له والقصد منه ليس الاستثمار أو الفائدة الدنيوية وإنما المقصود منه ثواب ثواب الله سبحانه وتعالى وهو من التيسير على المعسرين والتعاون بين المسلمين فلا ينبغي لمن أغناه الله لا ينبغي له أن يمتنع عن إقراض المحتاجين ولا يجوز للمحتاجين المقترضين إذا اقترضوا مبلغا من المال أن يتساهلوا في تسديده ورده إلى صاحبه في أسرع وقت ممكن من غير مماطلة ومن غير تأخير على الله تعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فلو أن الناس تعاملوا على هذا الأساس لتوفرة القروض التي هذا وصفها وحصل الخير لأصحاب الأموال بالأجور والثواب وحصل الخير للمعسرين بتسديد حاجاتهم ولكن ساء استعمال الناس بالقروض فالمقترض يقترض المبلغ ويسبب حاجته ثم لا يبالي بتسديد حق المقرض بل يماطل ويتكاسل وقد يجحد مما دعا أصحاب الأموال إلى الإمسات عن القرض ولجأ الناس إلى الرباء هذا من أسباب من أسباب وجود الرباء انسداد باب القرض الحسن لأن الناس إذا انسد عليهم الباب المشروع لجأوا إلى الباب الممنوع هذا هو القرض وهذا هو المقصود منه فعلى هذا الأساس إذا شرط المقرض على المقترض فائدة كان قال أقربك مئة ريال على أن ترد علي مئة وعشرة ريال فهذا رباء ربا صريح كما تفعله البنوك والمؤسسات الربوية من القروض بالفوائد سواء كانت هذه القروض فردية أو دولية أو كانت بين مؤسسات أو بين أفراد إذا شرط فيها فائدة وزيادة فإن هذا هو الربى الصريح لإجماع المسلمين والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل قرض جرى نفعا فهو ربا لو قال المقترض بلاش أنا ما أشرط فائدة ما أشرط زيادة لكن أشرط منفعة أشرط منفعة إنك تخليني أسكن الدار لمدة سنة أو أركب السيارة وأحمل عليها لمدة شهر أو سنة هلما تسدد لي خلييني أنتفع من وراك كما أنك انتفعت من وراي تقولون أن زيادة حرام أنا ما أبي زيادة مال أبي منفعة سكن دار أو ركوب دابة أو أنك تعملي كذا وكذا من الأعمال تشتغل عندي مدة عشرط أيام عشرين يوم في مقابل هذا القرض نقول ولو كان هذا رباء هذا رباء أيضا فليس الرباء مقصورا على المال بل يشمل المنافع المنافع إذا شرطت في القرض فإن هذا رباء لأن القرض بني على أساس صحيح وهو أن يكون قصد المقرض السواب وتسديد حاجة المحتاج لا يكون همه المنفع الدنيوية هذا هو القرض الصحيح الشرعي وهنا مسألة وهو أن بعض المحتالين أو بعض الكتاب المعاصرين أو بعض المتعالمين الذين يبدعون العلم يقولون نعم إذا شرط زيادة على المحتاج هذا محرم لكن إذا كان المقترض ما هو محتاج لكن قصده استثمار مثل المؤسسات تقترض مبالا أو الدول تقترض مبالا من أجل الإنتاج من أجل تقيم مشاريع يبي يقيم مشروع ولا عنده مال يمول هذا المشروع يروح يقترض اللي حاملها على القرض ما هو بالحاجة حاملها على القرض يبي استثمار نقول كله سواء كان القرض لمحتاج أو لمستثمر لا يجوز الزيادة لا تجوز يسمون القرض للمحتاج قرض استهلاتي ويسمون القرض لغير المحتاج قرض استثماري نقول لا فرق بين القرض الاستهلاكي والقرض الاستثماري كله ربا هذا بإجماع المسلمين ولقوله صلى الله عليه وسلم كل قرض جرى نفعا فهو ربا هذا عام عام في كل أنواع القرض استثمارية كانت أو استهلاكية كله حرام القرض لا يخرج عن أصله الشرعي أبداً ولا يحتال على إخراجه عن أصله الشرعي والحيل على صحلان المحرمات هذه طريقة اليهود عليهم لعنة الله لما حرم الله عليهم محرمات لجأوا إلى احتيال عليها مثل أصحاب السبت أما احتالوا على صيد السمت الذي حرمه الله عليهم يوم السبت ومثل اليهود لما حرم الله عليهم شحوم الميتة أذابوها وجعلوها ودك قالوا نما أكلنا شحوم نأكل ودك قال صلى الله عليه وسلم بل إنهم بل إنهم يذوبونها ودكاً ويبيعونها قال صلى الله عليه وسلم إذا حرم الله شيئاً حرم ثمنه لعنة الله على اليهود يقول صلى الله عليه وسلم لعنة الله على اليهود لما حرمت عليهم شحوم الميتة جملوها يعني أذابوها ثم باعوها وأكلوا جمنها ثم قال صلى الله عليه وسلم إن الله إذا حرم شيئا حرم سمنا هذا من الاحتيال والربا لا يجوز الاحتيال عليه وهو ربا سواء سمي ربا أو سمي باسم آخر هو لا يزعى الربا سمه ما شئ الأسمى لا تغير الحقائق سمه عماله سمه عموله سمه هو ربا مهما سميته لا يجوز أبدا نعم مثلا قال أو يعطيه خيرا منه قال مهلا أنا وقرضت هذا البعير على أنك ترد علي بعير أحسن منه أسمن منه أو أكبر منه أحسن من السن أو أعطيك نقود على أنك ترد علي نقود أحسن منها وأغلى منها ثمنا فهذا ربا إذا شرط عليه فهو ربا أما إذا سدده بزيادة من غير شرط عليه ولكن تبرع من المقترض فهذا لا بس قال صلى الله عليه وسلم خيركم أحسنكم قضاءا والنبي صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا من الإبل ورد مكانه خيارا ربعيا قال خيركم أحسنكم قضاءا هذا غير مشهود وإنما هو تبرع من المقترض عند الوفاء إذا جاءت الزيادة من المقترض من غير شرط ومن غير إلزام فلا بس بلا يعني هذا من حسن القضاء نعم 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 شرط الفائدة في تخرجه عن الإرفاق فتجعله استثمار نعم فيكون حرارا نعم مسألة إما أن يفتيض أهدهم وكفين لأن النبي صلى الله عليه وسلم رغم الدراكم على الشعير لأن أخذهم لأهدهم اتفقهم عليهم هذه مسألة إذا شرط المقترض على المقترض يقدم لكفيل قال ما يخالف أنا أطردك لكن تجيب لكفيل يكفل عليك يقول هذا لا بس هذا توثيق هذا توثيق للدين لألا يضيع إذا ما سدد المقترض يسدد الكفيل هذا فيه توثيق للحق وليس زيادة ليس فيه زيادة وكذلك لو شرط عليه رهن قال أنا أقرضك لكن بشرط أنك تقدم لي رهانة ترهني سيارة تقول ترهني بيتك أنا أخاف على مالي أخاف ما تسدد أبي رهن ترهن للبيت أو السيارة هذا أيضا الله بس لأنه ليس القصد منها المنفعة القصد منه إن المقرض إن المقرض يأمن على حقه فإذا سدد المقترض رجع الرهن إلى صاحبه وإذا لم يسدد يباع الرهن يباع الرهن يسدد من ثمنه وإن زاد زيادة ترد على صاحبها هذا عدل ما فيه استثمار ولا فيه زيادة إلا ما فيه توثيق الحق فقط والنبي صلى الله عليه وسلم رهن درعه بدين كان عليه اليهودي الدرع معناه الذي يلبس في الحرب الدرع من الحديد الذي يلبسه المقاتلون في الحرب نبي صلى الله عليه وسلم أخذ طعاما لأهله بثمن مؤجل ورهن البائع درعه الذي كان يلبسه وتوفي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند اليهود هذا دليل على جواز الرهن في الديون الله تعالى يقول وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة دل على مشروعية الرهن في القرآن نعم وهذا عام هذا عام مليان صدر الآية إذا تدينتم بدين وهذا يعهم دين القرد ودين السلام سمن المبيع إلى آخر كل الديون فدلت الآية على مشروعية أخذ الرهن في الديون ومنها القرد نعم نسفنة ولا يبدو لهديث المقترد إلا يكون بينهما عادة جدها قرد القرد الهدية إذا أقرضه قردا أقرضه قردا ثم جاء المقترد وأهدى له هدية قبل الوفاء أهدى له هدية أهدى له قلم أهدى له سوء أو بشت أو بعش ما ذلك لا يقبل الهدية لا يجوز يقبل الهدية لأنه ما أهدانه إلا بسبب القرض والقرض لا يصلح أنه يأخذ عليه منفعه إلا إذا كان عادة المقترب عادة المقترب إنه يهدي له قبل القرض صاحب له رفيز له وجار بينهم صداقه يهدي له من قبل هو ماسل على العادة هذا لا بأس لأنه ما هو بالحامل تبين أنه ليس الحامل على الهدية هو القرض وإنما الحامل العادة التي كانت بينهما نعم لما رواب الموجة عن أنس وقال وفرق بين الهدية هو بين حسن القضاء هذا حسن القضاء عند الوفاء أما الهدية هذه تكون قبل الوفاء فلا يقبلها لما رواب الموجة عن أنس وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أغرض رافتكم قبضا لربية إليه فأهدى إليه فأهدى إليه فأهدى إليه فأهدى إليه فلا يقبلها ولا يقبلها إذا يشكون قبضا لربية إليهم قبل ذلك إذا كان الحامل له على الهدية العادة فلا بس أما إذا كان ما هو من عادة يهديله ولا عرف إنه يهديله من قبل إنما صار يهديله لما اقترب منه لا يقبل الهدية يعني هذه تكون بسبب القرض والمقرض إنما يريد السواب ما يريد الزيادة والهدايا نعم بابوا أحكام الدين أسألت من جزم الدين مؤجل لم يطالب به قبل أجل نعم إذا كان على الإنسان دين مؤجل دين مؤجل لم يحل مطالبته به قبل حلول الأجل لأن الأجل حق للمدين فلا يجوز للدائن أن يطالبه قبل حلول الأجل ولو طالبه لم يمكن لم يمكن من طلبه حتى يحل الأجل نعم لأنه لا يجبه فدامه قبل أجل لا يلزمه أما لو أن المدين أراضي سدد قبل حلول الأجل باختياره لا مانع لو أن المدين تنازل عن الأجل وقال بسدد لك من الآن باختياره لا مانع أما إذا ما ما رضي المدين إلا بعد حلول الأجل والدائن يقول لا تسدد لي الآن ما لم ينتظر من الأجل فإنه لا يمكن لأن الأجل حق للمدين لا يجوز إسقاطه إلا برضاه وموافقته اختياره غير إجبار نعم ولم يبدأ عليه من أجل ولم يحجر عليه من أجل لو فرضنا واحد عليه دين واحد عليه دين كثير واللي عنده شوي ما يسدد المال اللي عنده والموجودات التي عنده ما تسدد الدين والدين مؤجل صاحب الدين يقول امنعوا امنعوا المدين من التصرف في أمواله أخافي ضيعها عليه ولا يتمكن من التسديد لا حل الأجل يحجروا عليه يعني بمعنى امنعوه من التصرف في أمواله لأن لا يبيعها أو يهديها أو تضيع عليه فإنه لا يجاب لطلبه لا يحجر عليه إلا عنده حلول الأجل حلول الأجل إذا حل الأجل والأموال التي عنده المدين أقل من الدين الذي عليه يحجر عليه يمنع من التصرف حتى يسدد ما عليه من الدين أما الحجر عليه قبل حلول الأجل فهذا لا يجوز شرعا نعم إن شاء الله لي في خرق بين الدين ها في خرق بين القرض والدين كل الديون يدخل في القرض القرض لا يؤكل القرض سبق لنا أنه ما يتأجل فالهو حل نعم ولم يبداع عليه من أجل لأنه لا يستفق المطالب فإنه قبل أجله على بتاء لأنه لا يستفق المطالب فإنه قبل أجله فلم يبنعه من ناره بسبب لأن له التصرف في أمواله لا يجوز منعه من التصرف إلا بسبب وليس هناك سبب قبل حلول الأجل نعم ولن يحمل التفليس هو التفليس هو الحجم يعني التفليس يحكم عليه بالإفلاس يحكم التفليس هو حكم عليه بالإفلاس والمفلس هو الذي يكون ماله أقل مما عليه من الديون هذا هو المفلس الذي يكون ماله أقل مما عليه من الديون هذا يسمى بالمفلس نعم لأن الله لحق الله فلا يسقط بفلسه كسائف حقوق كسخنة ولا يهدون الوامنين إذا وقتها الظاهر أما إذا كان عليه دين مؤجن كان عليه دين مؤجن لكنه مات المدين مات والأجل لم يحل فهنا فيه تفصيل إن كان الورس يوسق بكفيل أو برهن فإنه لا يحل للمؤجن بل يبقى على أجله وإن لم يوسق للدين فإنه يحل بالموت لأنه لو لو ترك ضاع حقه توزع الورثة ترك فإذا مات المدين عليه دين مؤجن فإنه يحل بالموت إلا إذا وثق الورثة بكفيل ملي أو برهن لأن ذمة الميت انتهت خربت يضيع مال الدايل ويحتاج إلى إلى كفيل أو إلى رهن وإن لا نسجد له من الآن لو ما حل الأجل قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرراء ولا ضرار لا ولا يحل بالموت إلا واتقر وراتك تارم الترقي لقوم النبي صلى الله عليه وسلم واتقر حقا فإرادة والتجين الحق لا بيأتقله إلى وراتك ولأنه لا يحل فيه ما لهم فلا يحل فيه ما عليك فالجنوب نعم ولأنه لا يحل فيه ما له ما له يعني ما له على الناس نعم لو كان الميت لهديون على الناس مؤجلة مات هالمرة المات الدايل لهديون على الناس مؤجلة لا تحل الآجال بموت صاحبها تبقى مؤجلة ولا يسد المدينون إلا عند حلول الأجل يسدون للورثة مم ولأنه لا يحل فيه ما له يعني ما له على الناس مم فلا يحل فيه ما عليه فالجنوب وعنه وأنه يفل لأن لأن لقائد وره على الميت لقائد الجندي مرتبع من جد وعن وعن لقائد وره الميضة لمن التصرف التاجة وعن الغني بتأخير الحظ وره وره التجة للتجة وعلى الرواية يتعلم الحق بالتجة تتعلم بالمش بالجاني تقدمت الرواية الأولى أن التفصيل في هذا الباب أنه إن وثق الورد بره أو بكفيل لم يحل الدين الذي على الميت وإن لم يوسق حل وسدد في الحال وسقط الأجل هذا هو الصحيح وإن ويبنع الوالد ويمنع الوالد ويمنع الوالد تصار وماركسار 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 وعن وعن وائدين يتعلم وحاكم التاجة فتعلم من المشيء الجاني نعم هذه مسألة إذا مات إنسان وعليه ديون إذا مات إنسان وعليه ديون للناس وعنده تركة فإن الديون تتعلق بالتركة تنتقل من ذمة الميت إلى التعلق يعني تنتقل من التعلق بذمة الميت يعني ذمة الميت انتهت إلى التعلق بالتركة التي خلفها فلا يكون للورثة شيء منها إلا بعد سداد الدين لأن الله سبحانه وتعالى لما ذكر المواريف قال من بعد وصية يوصي بها أو دين فالمراث في المرتبة الثالثة أولا يسدد الدين أولا يسدد الدين ثاليا بعد الدين الوصية المشروعة ثالثا بعد الوصية الإرث وبعد الوصية الإرث فيتعلق الدين الميت بتركته ولا ينتقل إلى ذمة أقاربه أو ولده أو أبيه أو أخيه ما ينتقل الميت ما ينتقل الدين ما ينتقل من ذمة إلى ذمة وإنما يبقى في تركة الميت إن كان لتركه أما إذا لم يكن له تركه فإنه لا يلزم الورثة المستبدون عنه إذا مات ميت عليه ديون وليس له تركه فإن الدين يبقى في ذمة الميت يحاسب عليه يوم القيامة ويسدد للمدين من حسناته يوم القيامة كما قال صلى الله عليه وسلم من كانت له عند أخيه مظلمة أن يتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إن كان له حسنات أخذ من حسناته وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات الآخرين طرحت عليه طرح في النار فإذا ماتوا عليه ديون وليس له تركه فإن الدين يبقى ويحاسب عنه يوم القيامة ويأخذ للمدين للدائن يوم القيامة من حسناته ولهذا جاء في الحديث أن الشهيد الذي يقتل في سبيل الله الشهيد الذي يقتل في سبيل الله يغفر له كل ذنب عند أول قطرة من دمه إلا الدين الدين لا يغفر للشهيد بل يبقى عليه حتى يسدد من تركته أو يتبرع أحد من المسلمين بالتسديد عنه ما بالتبرع لا من باب الإنزام نعم هذا خلصنا من حسنا ما تقبل حسنا للأجل إذا سدد الورثة فيه إذا وثق الورثة بكفيل أو برهن يبقى إلى الأجل وإن لم يوثقه يحل الدين يسدد في الحالة نعم وإن عوالي من التصرف فيها ألا برضى الغريم نمنع وارث من التصرف في التركة إلا برضى الغريم يعني الدائم ترجمة نانسي قنقر